اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست لطفع لك معكم هودا جويني ومجموعة من الضيوف اللي بيش نحكو في موضوع من المواضيع اللي تهم مجموعة كبيرة من المجتمع التونسي وفئة من الفئات خليني نقول الأكبر اليوم في تونس اللي تعاني من جرائم الإلكترونية وخاصة من التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي وجدين كيفاش تشوفي هالحالة الغريبة اللي نعيش فيها للأسف اللي ما فهم حتى ضابط يخلي إنسان يحترم وجود إنسان آخر معاه في الفضاء الافتراضي الحكاية هذه تمس أكثر فئة معارضة للتشهير اللي هي المراقين المراقين هما أكثر عبادة عرضة للتشهير عليش خاطرهم هما في عمر حساس وقت لي معناها هما مستحقين احتواء ومستحقين كل شي يلقوا رواحة معارضين معناها الحاجات كيفاكا واللينا فهمين إنه معناها حرية التعبير بالغالط معناها عندي الحرية التامة ألورك معناها عند الحرية متاعنا توفى وقت لي نصل معنا نتعدى حرية عبد آخر واللينا معناها حاجة عادية إن نصور عبد ونهبطوا فيسبوك ونبتزوا لكل حاجة عادية معناها كبنية وإحنا في مجتمعها معناها شرقي بنية وتعارضة الحكاية كيفاكا حتى بعد مية سنة مش تبقى تتباحها الحكاية يقول لك العرقات والملعماء مش تبقى تتباحها حتى وصغارها مرة أخرى ينجموا معناها يجي من معقد خطر تصوير أمه واللي هي ما هيش صحيحة هبطت من عرش عام قديش مش تبقى تتبع فيها الحكاية معناها عام حبس معناها اللي هو عام حبس عبد تحكم عام حبس على حكاية كيفاكا هي سوفيزونت معناها جوز تمو والوصم الاجتماعي اليوم يبقى يتبع الشخصية أو العبد هذاك أو البنية هذيك حتى لو كان بالقانون تاخذ حقها لكن مجتمعيا تبقى موصومة وطبقى واصمة عار معناها بالضبط طبقى أنه ما فماش دخان من غير نار كانج ما عملتش راهية راي ما هبطوا لهاش تصورها كان ما تعرفي معناها كلمنا والكل خليني ناخذ راي الأستاذ أنيس عميدية مختص في السلامة المعلوماتية اليوم الجرائم الإلكترونية أنيس زادت برشة بعد الثورة كيفما قالت وجدين فما معناه استسهال إنه نخوضوا في أعراض الناس إنه نشهروا بالأعباد إنه نكتبوا نامبورتكوا على أي حد وتنتشر معناها بطريقة غير عادية هالحالة هذي كيفاش توصفها قبل كل شيء؟ كيف نبني على أكلام وجدين اللي هي الحقيقة بدأت بعد الثورة بعد الثورة أنه ثم فهمنا كونتكس كيميقات وجدين عطيها الصحة فهمنا حرية التعبير طريقة غالطة أني ننتمر على إكس والإغراج ولا نفضحه ولا نخرج له صراره ولا نسرق المعطيات المتاعه هو بحث ذات حرية التعبير أو كمهوش هذا نحكو لنا على حاجة بسيكولوجيك أو سوسيولوجيك أنه هو ولينا نحن بعد الثورة نعيش في مرحلة توحد رقمي شمعنا ولينا حياتنا كلها بارتاجية في الإنترنت وذي حاجة خيبة اللي خلت مداء الدقاءة ولا مداء الجرح اللي يعيشوا الضحية أكبر خاطر نحن نحن نعادل ويسر على وسائل التواصل الاجتماعي أقول لكم عادي يعني كانت تحابطة تصويري خاطر الناس كلها تعيش في نص حياتها ولينا 75% من حياتها في الوسائل التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت هذي اللي لوم وليه أنه نحن مجتمعنا بعد الثورة ما فهمنا يزادة معنى التواصل الاجتماعي ولينا حياتنا كلها بارتاجوا فيها ولا تسرز الروفينيو ولا مورد رزق البارشة عبيت ولا التجارة شوبينج بارشة حاجات مش كان تنمر ولا الإبتزاز الإلكتروني ثم بارشة إخلالات حتى في المنظومة الاقتصادية منظومة الإعلامية منظومة بارشة حاجات دخلت بعض ثم نحكو إلا هنا على إعلاميين موازيين نحكو على يشد صفحة متع فيسبوك وهو ما هو مؤهل بششد الصفحة ذيكة ولا ينشر في معلومات مغلوطة ولا فيك نيوز لعبات أخرين ودخلت بعض دونك الحالة اللي هنا المشكلة وين أنه تونس من بعد الثورة أني بقت في نصوص قانونية والفتاش رعات قانونية جديمة شوي قطر نحنا مازلنا تولي 2023 معناش مجلة المجلة الإلكترونية المجلة الإلكترونية موجودة في برشة دول متقدمة اللي هي تضبط حرية مستعم الأنترنت وتضبط حرية مدى حرية تعبير متاعك كل مرة مدى أنك أنت تتعدى على الحرية الآخر للحديث على الموضوع ينظم لنا الزميل صحفي حسام دلالي أهلا سهلا مرحبا بيك مرحبا بيك هدى مرحبا بنيس اليوم في تونس كيفش قاعدين نتعاملوا مع هالظاهرة المسيئة لنا الحقيقة خليني نقول أنه محقناش معنا نوصلوا للوضع مبعد ثورة 2010 كان هناك يعني الطفرة الطفرة ما يعبروا ما يعبروا عن نفسهم بالحرية وعالم التعبير الانفجار الثوري والثوراجية وكذا انتقلت من الشارع ومن الكتابة على الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشال علينا نحن في تونس سبقين في كل شيء ومشهورين في كل شيء معناها التونس يراه وانتحطوا ولكن يستعمل الأسوأ قبل الانترنت وفيه الشيء الإيجابي وفيه الشيء السلبي نحن مالورزمون في تونس استغلنا الشيء السلبي والذي تخلنا في هاتك أعراض الناس تخلنا لبيوت الناس بدون إذن أنا نبدأ نبشي في الشارع نصور أنيس من غير إذن ويعاقب عليه القانون وهذا تدخل فيه حمس من حريته والشخصية ومس من شخصيته تأكيداً لكلامك حسام فما تعمد في بعض الحالات للتصوير مثلاً حسام في وضعية معينة أو أنيس في وضعية معينة في حيات الشخصية مع جاعة في قهوة مع شخص أو مع أصحابه في بلاسة أو أنه لا يحب أن يرى فهو حر هل لديك تعقيب أعني سهر؟ لا لا جزء الكلام حسام الأشياء التي تأخذها من الغرب لا نظفها في بلاد فلن نتحدث عن ذكال الإصطناعي الانتليجونس الارتيفيسيال لا نستخدمها باعترافها ونحن ندخل إلى تصوير X في كاليستيناع في كاليستيناع لا يخرج شيء خائبه ونبدأ لكي نرح لدينا فلوس لذلك هنا أنا أصحاب من موقعي هذا أنه وزارة التكنولوجية للاتصال هي المسؤولة الأولى لن تجعل ديبروكسي وفيلتر لفاكب حاجة أخرى يجبنا لشابات أو الشباب الصغار يجبنا ثقفه شوية في النظوم المعلوماتي كيف نحمي روح؟ كيف نحمي روح؟ كيف نحمي روح؟ كيف نحمي روح؟ نحن نتعلم كيف نستعمل تلفون كيف نستعمل حاسوب كيف ندخل للمنظومة الكبيرة اللي هي الإنترنت لذلك كيف نسعبنا في اليوتيوب نتعلم كل شيء حاجة ثانية أنه تصورنا ماذا بنا نضع تصويرها التي تمثلنا وتنجم تزيد عليها كوبيرايت أنت تنجم بعض بالقانون اللي يهزلك تصويرتك ما غير ليشاورك تتعاقبوا بحقوق النشر يعني تنجم تزيد تصويرها كوبيرايت أنت من جانب هفايا اليوم شنو المساج اللي تعديه لليجان باش نجموا يحمروا ويكونوا في مأمن من الجرائم الإلكترونية وجرائم الأنترنت ثم كلمة يقولوا فيها الثيقة في الوثيقة أنا بالنسبة لي أنا الثيقة في نفسي أنا أنصيق كأن نروحي والحاجة مهمة قالها أنيس هو أنه ثم طرق تحميني في المواقع التواصل الاجتماعي ولكن أبار المواطنة على الدولة أنها تحمي ذلك الشخص وذلك الفتاة وذلك الإمرأة المتزوجة في البيت في تلك القرى أنه على الدولة التونسية وعلى السلطة التشريعية أن تشرعنا قوانين مبسطة وقوانين زاجرة يعني سبيسيفيك لهذه الثغرات سيرتو غاني قتلك أنا في علاقة بالتنمر والتشيير على مستوى التواصل الاجتماعي لأنه تقريبا في السنوات من الكورونا وإحنا جايين تقريبا من سنة 2020 وإحنا جايين التوم التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي طالع وطالع وطالع برشا سيرتو في ولايتنا أنا في جافسة أنت تابع فلان أنت منتبعش فلان سيرتو الطفرة هذه تطلع لما يجي حدث سياسي معين ولا لما تأتي الانتخابات يصير يباني الاختلاف يطفو الاختلاف اليوم على الدولة التونسية وعلى السلطة التشريعية أن تعطينا قوانين خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تيك توك انستغرام ما نعرشنا المواقع الأخرين لأن ثقافتي الإلكترونية مع هذا من ثلاثة ما لديه ثقافة أخرى كنت وصل كل تقريبا خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مع عدم سلب حرية التعبير لأن حرية التعبير هي أساس أساس كل دولة ديمقراطية أخرى نزيد على كلام حسام أنه وزارة تكنولوجيا الاتصال سورتوها عملت خطوة ثورية شوية وهي الهوية الرقمية هذه الهوية الرقمية تستعملها في برش خدمات في التبع الدولة التونسية وعليش لا تتوظف زادة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه كل مواطن تونسي عنده حق في فيسبوك واحد في انستغرام واحد في تيك توك واحد في سناب شات واحد أنا والله عندي فيسبوك وعليش نعمل في باجات وغروبيات وفو بروفيلات برشا وانت في تنجم ترقبهم في تونس حبينا ولكرهنا أنه يجبنا نتقدم ونعمل با تكنولوجيا ونحن نستعمل تكنولوجيا في الحاجات التي تفيد تونس وننبقوش نرجع بالتواري شكرا لك عتيك الصح نورتنا بحضورك زاميل الصحو في حسام دلاليك كذلك زادة نجدد التحية لضيفتنا الأولى اللي كانت من نورتنا الشابة وجدان جوادر وكذلك زادة الصديق أنيسة عمادية نواجه لكم تحياتي كنتم معاكم في بودكاست لطف عليك هودا جويني إن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة باي باي في لامين